بدأ العد التنازلي للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر والتي يجر العمل لإتمامها على قدم وساق ومن مبدأ الحرص لتنفيذها على الوجه المطلوب والمراد من جميع الأطراف حرص رئيس المفاوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح على التأكيد على عدة بنود بالخصوص أولها تأكيده أن أي تغيير يمس مجلس المفاوضية سوف يربك خطط تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية للرابع والعشرين من ديسمبر المقبل لافتا إلى أن أي تأخير عن الأول من يوليو المقبل وهو الموعد المحدد لوضع قاعدة تستورية لتنفيذ الانتخابات سوف يؤدي إلى إرباك خطط المفاوضية والتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات وإعادة النظر في الخطة التي وضعت لهذا الغرض مشيرا إلى تسلم خمسين مليون دينار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق السايح وفي تصريحات صحفية أوضح أن قانون إنشاء مفاوضية ينص على مسؤولية مجلسها عن وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات والإشراف على تنفيذ البرامج اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية ما يعني أن أي مساس بالمجلس الحالي معيق لتنفيذ المتطلبات الموضوعة لتنفيذ العملية كما أن المفاوضية ما زالت تنتظر اعتماد الميزانية لتتولى حكومة الوحدة الوطنية استكمال العجز في الميزانية المخصصة لتنفيذ الانتخابات مبينا أن الظروف الأمنية السائدة ليست بالعامل الجديد في الانتخابات التي نفذت في السابق مع حرص مفاوضية على معالجة قانون الانتخاب لهذه الظروف وفي ذات السياق نبه السايح إلى أن المعالجة يجب أن تضمن المسائل الخلافية التي قد تحدث أعمال عنف وخرقا للعملية الانتخابية مجددا موقف المفاوضية الداعي إلى تسليم القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية لها بحلول الأول من يوليو المقبل لتمكينها من إجراء الانتخابات في موعدها ترجمة نانسي قنقر